أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مشددين على رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل وأعرب القادة العرب في قرار صدر في ختم أعمال مجلس خميعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في جدة برئاسة السعودية أعرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحدية لملء وتشغيل السد الأثيوبي وهي الإجراءات التي من شأنها إلحق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان ويتخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا كما طالبوا بالامتناعي عن انتخاذ أي إجراءات وحدية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الأثيوبي دون توصول إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد ترجمة نانسي قنقر